من سوريا إلى تركيا الآن حيث يشن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان حملة مضايقات واسعة هذه الأيام لإجبار خصومه من رؤساء البلديات على الاستقالة عدد من هؤلاء غادروا مناصبهم بالفعل لكن آخرين يقاومون المضايقة ويهددون بالكشف عن قضايا فساد تطال شخصيات نافذة في الحزب الحاكم والحكومة عصيان في وجه أردوغان عنوان مرحلة جديدة داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان العصيان تمثل برفض رئيسي بلديتي أنقر بل كسير لدعوات أردوغان لهما بالاستقالة متمسكين بالبقاء في منصبهما حتى انتهاء المدة القانونية مطلع عام 2019 أمر أثار غضب أردوغان ودفعه للتهديد والوعيد أنا على يقين بأن رؤساء البلديات الذين لم يستقلوا حتى الآن سيقدمون استقالاتهم قريبا فالإخوة المعنيون قاموا بإجراء مباحثات مهمة معهم وعتقدوا أنهم يستعدون للاستقالة وإن لم يفعلوا ذلك فإننا سنقوم باللازم تجاه ذلك رؤساء ست بلديات تمت دعوتهم للاستقالة بقرار من اللجنة المركزية للحزب الحاكم استجاب لها على مضض رؤساء أربع بلديات هي اسطنبول وبورصة ودوزجة ونيدة بينما رفضها اثنان آخران أمر يفتح الباب في رأي محللين أمام وقوع شقاقات في الحزب الحاكم قبيل الانتخابات البلدية والتشريعية المقبلة أعتقد أن الحزب قد أعد العدة للخطوات الثانية فيما أعتقد وإن كان بطبيعة الحال كما ذكرت موضوع الاستقالة للرؤساء البلديات الثلاث تحديدا على رأسهم رئيس بلديات أنقرة إذا لم تتم ربما خلال هذا الأسبوع الأمر قابل للتصعيد السياسي بشكل كبير ليكون حديثة الساعة ربما لأسابيع قادمة وجاءت دعوة أردغان رؤساء البلديات للاستقالة على خلفية رغبته في إجراء تغييرات في مؤسسات الحزب بحسب مصادر في العدالة والتنمية وذلك بعد تآكل شعبيته في مدن تركية عدة كشفتها نتائج الاستفتاء على تعديل مواد في الدستور أجري في أبريل الماضي حيث صوتت مدن تركية كانت تعتبر قواعد للحزب الحاكم ضد ما روج له الحزب ويأخذ البعض على أردغان إجبار رؤساء البلديات على الاستقالة بما يتنافى مع أسس الديمقراطية التي كان يدعو لها دائما بمقولته الشهيرة إن من أتى بهم الشعب لا يزيلهم إلا الشعب وحده مهران عيسى سكاي نيوز عربية إسطنبول قبل مناقشة هذا الملف نبدأ أولا ببعض المشاركات من المشاهدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع معك يوسف إذن مرة أخرى الرئيس أردغان يحاول تنقية الحزب إذا جازت تعبير من أي خصوم أو أي صداع قد يتسبب له في المستقبل صحيح والبعض يقول أن الحزب يعني هو يقول تجديد للدماء البعض يرأى أن الحزب يغير جلده يعني لهذه الدرجة بشكل كبير بعض قيادات في الحزب تم تنحيتها في الكثير حتى يقال أنه الدور سيأتي على النواب في البرلمان على كثير بعد رؤساء البلديات سريعا نأتي على بعض الملاحظات والتعليقات من مشاهدين عن الموضوع مدحة يقول ردغان اتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة حول كل شيء لصالحه يحاول إلغاء كل من يخالفه الرأي عامر يقول بعد كل الاعتقالات والتنكيلات التي قام بها هو وحزبه هل بقي شيء في المجتمع لقد حول كل شيء إلى حزبه محمد يقول هو لا يشعر بالأمان بسبب سياساته الداخلية والخارجية وبالتالي يقوم بما يعتقد أنه إجراءات احترازية لإبعاد أي معارض عن طريقه في الحزب أخيرا باسم يقول كل ما يقوم به أردغان يعني وفي النهاية يدعي الديمقراطية قضى على حلم تركيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي وربما يقودها إلى ما هو أسوأ من هذا بوهند في السياسة الخارجية تركيا عندها مشاكل مع الولايات المتحدة غير مسبوقة مع الاتحاد الأوروبي تقريبا المسار مجمد مع العالم العربي في مشاكل كثيرة في الداخل التركي الاقتصاد ليس جيدا الآن مشكلة أن ينتقل هذا الخلاف إلى داخل الحزب يعني طبعا لا نعرف إلى أي درجة ممكن أن يكون ومن فترة هناك خلافات بين سيد أردغان وبين بعض أقطاب حزب العدالة خلافات رأي صحيح خلافات كبيرة خاصة مع شخصيات ببارزة ومؤسسة للحزب ولكن السؤال هنا دعنا نشرك معنا أولا ضيفنا من إسطنبول الباحث والكاتب السياسي الدكتور حسني محلي مساء الخير دكتور حسني مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن هذه الإجراءات الأخيرة فيما تعلق برؤساء البلديات هل السيد أردغان يطالب هؤلاء بالاستقالة لأنه يعتبرهم خصوم له أم لأن الأداء في هذه المناطق التي هم موجودين فيها لم تكن بالمستوى المتوقع خلال الاستفتاء وبالتالي يريد أن يضمن ربما نتائج أفضل في الانتخابات البلدية القادمة يعني آخر معلومة قبل قليل رئيس بلدية أنقرة وبعد لقائه مع الرئيس أردغان قال بأنه سيقدم استقالته يوم السبت القادم أي أن رئيس بلدية أنقرة هو الآخر رضغ للضغوط من قبل الرئيس أردغان أعتقد كل الاحتمالات هي واردة فيما يتعلق بالعلاقة بين أردغان ورؤساء البلديات وخاصة رؤساء بلدية أنقرة وإسطنبول باعتبار أن شعبية الحزب قد تراجعت في هاتين المدينتين المهمتين خلال عملية الاستفتاء قبل ثلاثة أو أربعة أشهر ولكن أكثر من ذلك أنا أعتقد بأن أردغان بات يشك في كل الذين هم مهمين في قيادات حزب العدالة والتنمية ويعتقد بأن لهم علاقة مع فتح الله قلان وهي حقيقة لأن فتح الله قلان كان له علاقة بكل قيادات حزب العدالة والتنمية وحتى الرئيس أردغان يعني في هذه الحالة على أردغان أن يحاسب نفسه هو أيضا ولكن في نهاية المطاف هو زعيم الحزب وهو رئيس جمهورية ولا يستطيع أحد أن يحاسبه على مثل هذه الأمور هو سيتخلص من جميع منافسي ومعارضي وعادائه في الحزب استعدادا للمعركة الانتخابية في حزيران 2019 طيب هل هذا طالما أننا شهدنا شيء غير مسبوق يعني كان دائما الطاعة الكاملة لأردغان داخل الحزب بدون أي نقاش هؤلاء رؤساء البلديات الثلاث يعني رفضوا الاستقالة لمدة شهر تقريبا ربما الرئيس بلدية أنقرة فعلا قال أنه سيستقيل السبت ضمن صفقة هل هذا مؤشر على أن هناك ربما أصبح فيه انزعاج داخل الحزب تجاه سياسات أردغان لأنه كل الذين أسسوا الحزب وساهموا فيه أصبحوا خارجه تقريبا بدون شك أنت أيضا تعرف أن كثير من المقالات كتبت على الانزعاج الموجود داخل الحزب ضد سياسات الرئيس أردغان على الصعيد الداخلي والخارجي وخاصة السياسة التركية فيما يتعلق بسوريا وكذلك علاقة أردغان مع مسعود البرزاني يضاف إلى ذلك السياسة الداخلية وهي العمل على أسلمة الدولة التركية والمجتمع التركي وهو ما أثار ردوة فالعنيفة داخل المجتمع وأدى إلى انقسامات حادة بين المجتمع العلماني والمجتمع الذي يقال بأنه إسلامي وهو ما يخيف الكثير من قيادات حزب العدالة والتنمية المعتدلين ومنهم على سبيل المثال الرئيس السابق عبدالله قول وهو أيضا له الكثير من المؤيدين داخل حزب العدالة والتنمية والرئيس أردغان يتخوف في لحظة ما أن يعود الرئيس عبدالله قول إلى السياسة ومعه الكثير من هؤلاء الشخصيات ومنهم على سبيل المثال رئيس بلدية إسطنبول ورئيس بلدية أنقرة دكتور محلي هذا الامتعاد أو هذا الانزعاج داخل بعض الأوساط في الحزب لن تترجم حتى الآن إلى أي شيء عملي أي شيء ملموس لماذا برأيك لم نشهد حتى الآن أي أصوات جادة من هذه الشخصيات النافذة التي أشرت إليها تشهر معارضتها للسيد أردغان بشكل علني يجب أن نعترف الرئيس وحفوا زعيم حزب الشعب الجمهوري وكثير من الشخصيات المهمة في تركيا باتت تشبه تركيا إلى دولة عربية ديكتورية كما يقولون يعني هل كان في زهف أيام صدام حسين ولا حافظ الأسد ومعمر القذافي وحسني مبارك والكثير من هؤلاء هل كانت هناك معارضة ضد الزعماء السياسيين أو الحاكمين لتلك الدول الآن ذاك هذا مستحيل هذا هو ما يجري الآن في تركيا وأعود وأقول هذا كلام كمال كليشترول يعني إذن كيف يستطيع أي شخص ما في المعارضة التركية أن يقول بأن على سبيل المثال أن الرئيس أردغان ديكتوري أنا قلت ذلك وسجنت من أجل ذلك فلا يستطيع أحد الآن أن يتهم أردغان بشيء ما حتى من القيادات السياسية التي كانت رفيق الدرب مع أردغان في بدايات تشكيل حزب العدالة والتنمية لأن في نهاية المطاف الرئيس أردغان يتحكم بالجهاز الأمني والاستخباراتي وهو جهاز مهم جدا وهو شخصيا الرئيس أردغان قال بأن رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان في دان هو أمين سره وصندوقه الأسود هو قال ذلك إذن الجمهي يعرف بأن عندما يريد أن يتخلص من شخص ما يستطيع أن يفعل ذلك خلال دقائق بل حتى ربما خلال ثواني طيب بالتغيير الآن أردغان يريد أن يرفع شعبية الحزب هناك بعض الاستطلاعات الرأي التي تقول أن شعبية الحزب بعد الاستفتاء أيضا تراجعت بسبب السياسات الخارجية والداخلية والوضع الاقتصادي لماذا لم ينتظر حتى الانتخابات في مارس المقبل ويقدم مرشحين جدد للبلديات ويعد بالتغيير لماذا يصر على تغيير رؤساء البلديات هؤلاء قبل الانتخابات بستة أشهر ووجود رئيس بلدية مؤقت في هذه الفترة ليس فقط هذا هو الموضوع الذي يتحدث عنه الشارع التركي فيما يتعلق برؤساء بلدية أنقرة وأسطنبول بالذات لأن ميزانية هاتين الأعصمتين ميزانيات كبيرة جدا تقدر بالمليارات من الدولارات والكثير يتحدث عن فضايا حمالية وقضايا فساد خطيرة جدا في هاتين البلديتين والجميع أيضا يذكر بقضايا الفساد التي تورط فيها أو قيل بأن عائلة الرئيس أردوغان قد تورط فيها في السابع عشر في ديسمبر عام 2013 أيضا هناك علاقة بقضايا الفساد التي ربما قد تورط فيها تورط فيها الرئيس بلدية إسطنبول وأنقرة وأردوغان دخل على هذا الخط ولا ندر لماذا ولكن في نهاية المطاف ليس هو المهم المرحلة القادمة واستعدادا للانتخابات البلدية وانتخابات رئيسة الجمهورية 2019 لأن في نهاية المطاف إذا كان هو يتحكم في اللجنة الانتخابية العليا كما رأينا ذلك في عملية الاستفتاء إذن هو لا يخاف من عملية الانتخابات لأنه في نهاية المطاف سيتم الضغط على اللجنة العليا للانتخابات وستقوم هي بتغيير النتائج كما تم ذلك في عملية الاستفتاء في 16 نيسان الماضي في الوقت المتبقي دكتور محلي هل ما زال الوقت مبكرا لكي نقول ما إذا كانت هذه الشعبية المنخفضة نسبيا ستستمر بهذا الشكل بالنسبة للانتخابات البلدية القادمة أو حتى بالنسبة للانتخابات 2019 أم أنه هناك توجه ما بأن هذه الشعبية بالفعل آخذة بالانخفاض منذ الاستفتاء وحتى الآن لا بدون شك يعني أنا كمراقب على سبيل المثال أنا أعتقد بأن شعبية أردوغان في تراجع سريع وخطير يعني على سبيل المثال لو وجرت الانتخابات الآن فورا أعتقد أن أردوغان لن يحصل على سوى يمكن 35% فقط من مجموعة صوات الناخبين وكما هو الحال بالنسبة لحزب العدالة والتنمية لكن في نهاية المطاف إذا كنا سننتظر حتى موعد الانتخابات 2019 فهناك مرحلة خطيرة بالنسبة لسياسة تركيا الداخلية والخارجية ماذا سيكون نتاج السياسة التركية الحالية في العلاقة مع سوريا في العلاقة مع العراق وروسيا وأمريكا وهناك أزمات خطيرة جدا جدا على صعيد السياسة الخارجية موضوع إدلب وموضوع أكراد سوريا كما تحدثتم قبل قليل بالإضافة موضوع البرازاني وغير من هذه الأمور المعقدة هذه ستنعكس بشكل أو بآخر على الوضع الداخلي وشعبية الرئيس أردوغان ثانيا وهو الأهم كما قلت قبل قليل هناك توتر خطير جدا 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 قد يهدد بالانفجار في أي لحظة وهو على الصعيدين أولا الكردي والتركي ثانيا العلماني والإسلامي لأن الرئيس أردوغان مصير ومصير على أسلمة المجتمع التركي وأسلمة الدولة التركية ومهما كلفه ذلك وربما كل ما يقوم به الآن هو من أجل ذلك شكرا جزيلا لك دكتور حسني محلي الكاتب والباحث السياسي كان معنا من أسطنبول شكرا جزيلا لك